انا بحضرة صاحب الجلالة الملك حامب بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس العالى لتطوير التعليم والتدريب لحضور الحفل السابع الذي اوقيم صباح اليوم بمقر منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بباريس بتسليم جائزة اليونسكو الملك حامب بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدأ الحفل بكلمة اليونسكو التي ألقتها السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة للمنظمة والتي أشادت بمبادرة جلالة الملك المفدى بإطلاق هذه الجائزة الدولية الهامة التي تندرج ضمن أهداف منظمة اليونسكو وكان لها منذ انطلاقها كبير الأثر في تشجيع المبادرات الدولية المبدعة في مجال استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التعليم مؤكدة أن الموافقة على التجديد للجائزة لمدة ست سنوات جديدة تأتي تأكيدا لما تحظى به من تقدير واحترام وقناعة بدورها المميز في مجال اختصاصها ومثمنة تعاون مملكة البحرين مع المنظمة في المجالات المختلفة ثم ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة كلمة نيابة عن جلالة الملك المفدى معالي السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أصحاب السعادة السيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحتفل اليوم بتسليم جائزة إيريناسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في نسختها الثانية التي يتناول موضوع هذا العام مجال الابتكار في طرق التعليم باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال حيث يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الذي أتشرف بأن أنوب عن جلالته حفظ الله برعاية هذا الحق معبراً عن سعادتي الغامرة بحضور هذه المناسبة لما تحمله وتمثله من أهداف نبيلة وسامية كما يسرني أن أنقل إلى معالي السيدة إيرينا أوكوفا المديرة العامة للينوسكا ومعاونيها والعملين معها شكر وتقدير جلالات الملك وحكومة مملكة البحرين على قرار تتجيد الجائزة لفترة ست سنوات أخرى تأكيداً لأهمية الجائزة التي تأتي قيمة مضافة لجهود الينوسكو وللتعاون الوثيق بين مملكة البحرين والمنظمة وإسهامها المشترك في الجهود الرامية لتطوير التعليم والارتقاء به وجعله في متناول جميع في مختلف مناطق العالم بكافة الوسائل والطرق إن إطلاق هذه الجائزة العالمية عام 2006 بالتعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الينوسكو برعاية كريمة من لدن جلالة الملك يؤكد مدى اهتمام جلالته بالتعليم وتشجيعه على الصعيدين المحلي والعالمي باعتبار التعليم مصدر المعرفة والمحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والابتكار وبناء الحضارة والانفتاح على التقافات والحضارات الأخرى للدول والشعوب الحضور الكرام إن احتفالنا اليوم يأتي تأكيداً للمكانة الإنسانية الرفيعة للينوسكو باعتبارها الإطار الأنسب للتواصل والتعاون بين الأمم والشعوب وبين ثقافاتها وخبراتها في الكثير من المجالات وبخاصة مجال التعليم الذي يحظى بجل اهتمام مملكة البحرين التي تقوم حالياً ومنذ أكثر من عقد من الزمن بتنفيذ مشروع طموح لتطوير التعليم والتدريب في كافة مراحله حيث نأمل أن يسهم تعاونه مع لينوسكو في نجاح أهدافه المتوافقة مع الأهداف التي تعمل المنظمة على تحقيقها في إطار رسالتها الإنسانية والقيم والمبادئ التي تقوم عليها تخطوب مملكة البحرين خطوات جادة وكبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل اهتمامها بالتعليم النظامي الذي بدأته منذ ماءة عام وتطويره الأمر الذي يمكنها من احتلال مراكز متقدمة في مجالات التنمية البشرية بشكل عام والاقتراب من تحقيق أهداف التعليم للجميع بفضل ما توفره من فرص تعليمية في إطار من التكافؤ والمسواة بين الجنسين إضافة إلى بلوغ نسبة الاستيعاب الكاملة في التعليم الابتدائي مئة بالمئة محققاً بذلك هدفها هدفاً من أهداف الألفية للتنمية وأهداف التعليم للجميع قبل الفترة الزمنية المستهلفة من منظمة الينوسكو وفي إطار سعيها الدؤوب لتطوير التعليم والارتقاء بمخراجاته يتم في مملكة البحرين عدد من المشاريع الهارفة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم منها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والمكتبة الرقمية ومشروع تمكين الرقمي ويأتي المركز الإقليمي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال الذي تم إنشاؤه في مملكة البحرين عام 2012 من خلال اتفاق التعاون بينها ومنظمة الينوسكو دليلاً على أهمية المشروع وأهدافه في تطوير القدرات الوطنية والإقليمية في مجال التوظيف الأمثل لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف القطاعات حيث قام المركز بتدريب أكثر من 38 ألاف من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصال من دول المجلس الحضور الكرام على الرغم من كل الجهود المبذولة على صعيد تطوير التعليم فإن هناك بعض التحديات التي تصاحب عمليات التطوير على الصعيدين المحلي والعالمي يأتي في مقدمتها كيفية تحويل الكم الهائل من المعلومات المتاحة إلى المعرفة المطلوبة النافعة إضافة إلى تأهيل المهارات المطلوبة لدى الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المعلومات من خلال تزويدهم بالكفاءة التي تمكنهم من تقييمها وتصنيفها والاستفادة منها إن الوظائف في سوق العمل المحلي والدولي اليوم أصبحت تتطلب امتلاك مهارات وكفاءات لا يملكها الباحثون عن العمل في العديد من الأجلات بما في ذلك الدول الصناعية المتقدمة إذ تتطلب هذه الوظائف تعليماً مناسباً إضافة إلى قدرة تطبيق المعرفة النظرية والتحليلية في سباق التعليم المستمر وامتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا الحديثة الحضور الكرام إن احتفاءنا اليوم بتكريم الفائزين بالجائزة يؤكد أهميته وتميزه ودورها في إيصال التعليم إلى كل مكان وتعزيز التواصل المعرفي بين المعلم والمتعلم المباشر وغير المباشر بفضل ما توفره لنا مقترعات العصر من وسائل ووسائل الاتصال والتقارب الذي نسعى جميعاً لتحقيقه وإنما يؤكد على أهمية الجائزة ودورها زيادة عدد المشاريع المتقدمة لنيلها والتي بلغت هذا العام 200 مشروع مقدم من 66 دولة وعدد من منظمات المجتمع المدني بزيادة تفوق ضعف المشاريع المقدمة في السنوات الماضية السيدات والسادة أنتهز هذا المناسبة لأتقدم بالتهناء للفائزين بالجائزة وهما وزارة التربية في سنغافورا على مشروعها في زياء المصادر المفتوحة Open Source Physics والذي يختص بتقديم نظام خاص للراغبين في تعلم وتعليم مادة البيئزياء بواصلة تكنولوجيا المعلومات وتنفير خدمات للطلبة والأساتذة مما يسهل انتقال المعلومات والأفكار على مستوى العالم وبسهولة المنصر أما المشروع الثاني البرنامج الوطني للمعلوماتية التربوية National Program Education Informatics الذي تقدمت به مؤسسة عمر دانجو من كوستريكا وهو عبارة عن نظام تعليمي مبني على التعلم عن طريق المشاريع ونظام التعلم عن طريق حل المشكلات بما يساعد على تعزيز قدرة الطالب على الابتكار واستخدام نظام المعلومات والاتصال بشكل فعال شاكرا ومقدرا جهودهما في خدمة التعليم من بوات التقنية الحديثة في عالم يتحول بفضل هذه التقنيات إلى قرية عالمية واحدة أن التعليم هو الأساس لتقدم الإنسانية بقدر توفيره يستطيع الإنسان الاعتماد على نفسه والارتقاء بنوعية حياته حيث أن بناء الأسس الصلبة للمستقبل يقتضي تسليح رقول البشر بالعلم والمعرفة وذلك لتجنيبهم الوقوع في ضحية الجهل والأمية إذ لا سبيل لتجاوز ذلك إلا بتضافر الجهود لنشر التعليم وإيصاله إلى كل إنسان وفي كل مكان وهذا ما تسعى يونسكو إلى تحقيقه تنفيذاً لانتزاماتها الإنسانية والأخلاقية أجدد شكري وتقريري لمعاني المدير العامة وإلى لجنة التحكيم الموقرة وإلى جميع من أسهم في تنظيم هذا الاحتفال مؤكداً أن الملكة البحرين ستظل على وفائها للقيم التي تعمل من أجلها اليونسكو والمتمثلة في نشر المعرفة وقيم التعاون والمحبة والسلام وشكراً على حضوركم إلى ذلك شهد الفائزون بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفرد حفظه الله ورعاه من خلال هذه الجائزة التي تساهم في تحقيق أهداف اليونسكو في مجال تعميم التعليم الإلكتروني وتسهيل وصوله إلى أكبر عدل ممكن من البشر ثم تم عرض فيلم قصير من إنتاج وزارة التربية والتعليم حول إنجازات مملكة البحرين التعليمية وبوجه خاص ما يتعلق بالتمكين الرقمي ودمج طلب من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي وعلى هامشي هذا الاحتفال قام سمو نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب نائب راعي الحفل برفقة نائب المديرة العامة للمنظمة بافتتاح المعرض الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والذي تضمن صوراً تعبر عن أهم المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة في مجالات التعليم والتعليم العالي وخصوصاً ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني والتمكين الرقمي إضافة إلى معرض للفنون التشكيلية تضمن 34 لوحة فائزة في معرض فن الطفل للعام 2015 ومن ضمنها لوحات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعرض للكتب والمطبوعات المرتبطة بالنهضة التعليمية لمملكة البحرين وإنجازاتها في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر اليوم تم تنظيم هذا الاحتفال في هذا الصرح التعليمي العالمي احتفالاً بالفائزين بجائزة لينسك الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تيكلونيجي المعلمات والاتصال في مجال التعليم هذه الجائزة التي تفضل بها سيدي حضر الصاحب الجلال الملك المفدى والتي تبين البعد التعليمي والإنساني لدى جلالة حافظه الله بطرح هذه الجائزة التي تشجع الأبحاث التي تخدم التعليم واستخدام التكنولوجيا في التعليم وتشكل اليوم الجائزة كما ذكرت المديرة العامة في وثيقتها التي قدمتها أثناء بحث تجديد لمرحلة أخرى فإنها تشكل قيمة مضافة للجواز نوسك وتنسجم انسجاما واضحا مع استراتيجيتها في المرحلة القادمة